اشتركوا في القناة في مستهل الاجتماع أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص وأطيب التمنيات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء بذكرى ميلاد سموه مقرونة بالدعاء للمولى عز وجل بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد لسموه بعدها اطلع مجلس الوزراء على وفد مملكة البحرين رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء الذي سيشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد عزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس الوزراء بن عقادي مثل هذا المؤتمر العالمي وبأهميته مكانا وزمانا في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الواسعة النطاق التي يشهدها العالم وحرص الحكومات في المنطقة على المحافظة على تنافسيتها في عصر الاقتصاد الجديد مشيدا المجلس بمبادرة قيادة المملكة العربية السعودية في تنفيذ هذا المؤتمر الهام واستقطاب الحضور العالمي للمشاركة فيه بعد ذلك أشهد مجلس الوزراء بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله لما تجسده من تكريس لنهج قوي من حكيم طالما التزمته المملكة الشقيقة ولم تحد يوما عنه في سياساتها يقوم على ترسيخ الحق وإرساء قيم العدالة ورحب مجلس الوزراء بالخطوات الموفقة والقرارات الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين في محاسبة المقصر أيا كان والتعامل مع أي تقصير أو خطأ دون اعتبارات سوى الحقيقة وجلائها بكل نزاهة وموضوعية فالسعودية كانت دائما وستظل أبدا دولة القانون والمبادئ التي ترتكز على العدل والإنصاف وصيانة الحقوق وأحقاق الحق بعدها تناول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما سببته الموجة الأمطار الأخيرة من تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق ووجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لمعالجة المواقع الأكثر تضررا من هطول الأمطار وضمان عدم تكرار تجمعات المياه في تلك المناطق فيما اطلع المجلس على الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع موسم الأمطار من خلال تقرير وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يليه أولا حفاظا على الثروة السمكية والبيئة البحرية فقد وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم المصائد السمكية وخفض مستويات جهد الصيد في البيئة البحرية وتطوير وتنمية الثروة البحرية عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية للحيلولة دون تدهور المخزون السمكي بشكل أكبر بسبب استنزافه بالصيد الجائر وكلف مجلس الوزراء الوزير المختص باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لذلك فيما وافق المجلس على التوسع في مجال الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيه باعتباره موردا اقتصاديا وغذائيا وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانيا وافق مجلس الوزراء على إدراج عدد من الأفراد والكينات إلى قائمة البحرين للإرهاب وكلف المجلس الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية ثالثا اطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات الجاري اتخاذها لاستضافة النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران الذي سيقام في الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل وفي هذا الصدد فقد وجه المجلس كافة الجهات والأجهزة الحكومية كل في اختصاصه إلى تقديم الدعم والمساندة والمساهمة لإنجاح المعرض المذكور وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رابعا اطلع مجلس الوزراء على اخر مستجدات الاقتصاد العالمي والتوقعات الاساسية بشأنها ونتائج اجتماعات لجنة التنمية واجتماع لجنة النقدية والمالية وعلى مؤشر رأس المال البشري الذي اصدر البنك الدولي تقريره بشأنه والذي جاء تصنيف البحرين فيه الاول عربيا والمركز السابع والاربعون عالميا من اصل مائة وسبع وخمسين دولة وذلك من خلال استعراض المجلس للموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عرضها معالي وزير المالية خامسا وفق مجلس الوزراء على اللائحة الداخلية لمجلس امانة العاصمة وعلى مشروع قرار اصدارها وتحدد اللائحة الداخلية نظام العمل في جلسات امانة العاصمة وضبطها واللجان المتخصصة واجهزة المجلس وغيرها وذلك على النحو الذي اوسط به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادسا وفق مجلس الوزراء على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية لتعديل واستكمال بعض احكام اتفاقية النقل الجوي الموقع بين البلدين سنة 1994 وذلك على النحو الذي اوسط به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سابعا بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية واحالها الى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وذلك بعد العرض الذي قدمه معالي وزير المالية ثامنا احال مجلس الوزراء الى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة وثلاثين من المرسوم بقانون رقم ستة وثلاثين لسنة الفين واثنتين بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله